بسم الله الرحمن الرحيم ده زي بطوء التحقيق الشخصية للبشر او للبناء ادم بتاعي او للشخصية بتاعتي ازاي يجيب الاداء بتاعي وازاي يجيب العلاقة بين كمية التصرف وازاي يجيب العلاقة بينها وبين الدافع وبين الكفاءة الالية للمضخة بتاعتي ووصلنا لرسم المنحنيات بس هنبدأ النهاردة ان شاء الله من المضخة الطاردة المركزية ونفتكر كده المضخة الطاردة المركزية دي كانت عبارة عن ايه زي ما انت شايف كده قدامي عبارة عن جزءين عندي الجزء الاول اللي هو الدفعة المروحية بتاعتي زي ما انت شايفه كده عبارة عن المروحة بتاعتي او الجزء الدوار في المضخة والجزء التاني عبارة عن غلاف المضخة اللي هو بيبدأ بشكل حلزوني زي ما انت شايف كده وقطره بيبدأ يزداد مع ازدياد كمية التصريف بتاعي يبقى حسب كمية السائل اللي هتطلع من المضخة بيبدأ القطر بتاع الجزء الحلزوني او الغلاف بتاعي يزداد فين في القطر بتاعي قوة المضخة الطاردة المركزية عبارة عن جزءين الجزء الاول اللي هو الدافعة المروحية وهو ده جزء الدوار في المضخة اللي بيعمل لي حركة المائع بتاعي اللي بيصحبه ويبدأ يطرده عن طريق فتحة الخروج بتاعي او الدفع بتاعتي عشان يدفع لكمية المائع المطلوبة منه والجزء التاني هو عبارة عن الغلاف اللي هيمشي فيه المائع ويحتوي بداخله الدافعة المروحية اللي هي عن طريق الدوران وقوة الطاردة المركزية بتبدأ تسحب لي المائع وتبدأ تضغطه بين اسنانها والغلاف لتطرده من فريق عن طريق فتحة الطاردة بتاعتي طبعا زي ما انت شايف ان الغلاف الحلزوني بيمتاز ان الخطر بتاعه بيبدأ يزداد وانت ماشي والحد ما وصل لفتحة الطرد حسب كمية التصريف او تزايد التصريف اللي موجود فيه لو جيت اشوف منحنايات الاداء للمضخة بقولي ان منحنايات الاداء دي عبارة عن بطاقة تحقيق شخصية للمضخة او البصمة اللي بتميز للمضخة عن التاني يبقى من هنا بفهم ان كل مضخة لها بيانات خاصة بيها زي ايه البيانات الخاصة اللي بيها اللي هي العلاقة بين كفاءة المضخة ايه الاتش اللي هو الدافع بتاع المضخة ايه البي اس اللي هي قدرة العمود بتاعة المضخة والي تا اللي هي كفاءتها والكيو اللي كمية التصريف بتاعة المضخة ده كل ما باجا درسه على مضخة واحدة خلي بالك بسبت حاجة اسمها السرعة لسرعة دواران المضخة بتاعتي او الجزء الدوار في المضخة عشان ابدأ احسب العلاقة بين كل عنصر والاخر يبقى لازم عندي السرعة تكون سبتة ازاي برسم المنحنيات او المنحنة بتاعي عبارة عن ايه لو انا جيت ابص كده المنحنة بتاعي الجزء الخط السفلي بتاعي او الافق بتاعي عبارة عن الكيو يعني كمية تصريف المضخة بتاعتي والخط الرأس ده عبارة عن الاتش او الدافع بتاعي او القوة الدافعية بتاعتي والمنحنات المنحنة لو انا ده بتسميلي كفاءة المضخة والمنحنة التاني اللي هو الاتش او الدافع بتاع المضخة والبي اس اللي هي قدرة العمود بتاعي او قدرة التصريف للعمود بتاع المضخة بتاعي طب المنحنة ده بترسم وقته عند سبوت السرعات لو انا عندي سرعة ثلاثة او سرعة اتنين او سرعة واحد بحيث كل منحنة او كل علاقة بارسم بكون مسبت سرعة معينة منهم وببدأ ارسم المنحنات بتاعتي ممكن ازود السرعة في الاختبار التاني ممكن ازود السرعة في الاختبار التالت يبقى دي المنحنات دي بتترسم في من وقائع تجارب معملية بتتعمل والمنحنات ده بيكون ناتج التجربة المعملية بتاعتي وابدأ ارسمه عشان ابدأ اشوف كفاءة المضخة هتوصل لأعلى نقطة هتبقى كان لما نيجي نشوف مثال بسيط عشان نفهم ازاي ان انا باحسب الكلام ده كله زي ما اخدنا القوانين في الاسبوع اللي فات او في الجزء النظري هنبدأ ناخد مسائل وازاي يطبق القوانين دي عشان ابدأ احسب كفاءة المضخة او ابدأ احسب كمية التصريف بتاعتها المضخة كام او ابدأ احسب الدافعية بتاعتها كام او اي منتج او اي طلب هو عايز وطلبه مني في المسألة فما باجأ شوف المسألة بقول اللي مضخة طاردة مركزية للمياه اداؤها عند سرعة التشغيل كما يلي يبقى هنا السرعة بتاعت اللي انا فهمته من كلامه كده ان في سرعة للتشغيل والسرعة دي هتكون سابتة مش هتتغير مع فترة التجربة كاملة فبقول التصريف بتاعها كان بالليترات فبالبداية كان صف بعد شوية بقى عشرة بعد مدة تانية بقى عشرين لت بعد زمن تاني بقى ثلاثين لت بقى اربعين لتر طبعا دي انا بقسة على فترات زمنية متفوتة واثناء تشغيل المضخة زي ما قلت لازم تكون سرعتي سابتة طيب دافع الضغط بتاع اللي هو الاتش بيتقاس بالمتر كان عشرين في الاول وبعد كده كان تسعتاشر وبعدين سبعتاشر ونص وبعدين خمستاشر وبعدين عشر دي قيم اثناء التجربة الكفاءة بتاعتي اللي هي بتتقاس بنسبة مقوية كانت صفر في البداية وارتفعت لستة وتلاتين ثم تلاتة وستين ووصلت لخمسة وسبعين اعلى كفاءة عندي عشان هنعوزها بحل المسألة وبعدين نزلت لستين في نهاية التجربة طيب اذا كانت هذه هي سرعة التصميم اوجد التصرف والضاغط اللي هو دوافع الضغط اللي هو الاتش وقدرة العمود التي صممت عليها هذه المضخة بعيز قدرة العمود وعايز التصريف اللي هالي كيوب بتاعتي بكام تاني حاجة وضعت هذه المضخة في خط انابيب حيص الرفع الاستاتيكي خمسة متر يعني هو الاتش اللي مدهالي هنا محددهالي بخمسة متر فاعطت تصرف اعطت كمية التصرف او كمية السائل او الماء اللي هتصرف منها او اللي هينتج منها او اللي هي هتدفعه تلاتين لتر لكل سانية احسب التصرف الذي نحصل عليه اذا ارتفع منصوب الطارد اربعة متر يعني اذا زادت اتش من خمسة كمان اربعة بقى تسعة متر طيب نيجي نشوف حل المسألة بتاعتي من البيانات اللي هو مدهالي في المسألة زي ما قلت لك خلي بيانك ان اكبر كفاءة عندك كانت كام خمسة وسبعين في المية اللي هو التصرف المصممة عليه المضخة عند هذه الكفاءة كانت كام تلاتين لتر على السنة دافع الضغط او الضغط كان خمستاشر متر عايز البي اس اللي هي قانونها زي ما فاكرينه كده بيساوي الدابليو في الكيو في الاتش ام على الان ام والدابليو بتساوي الرو في جي زي ما احنا فاكرين اللي هو بنقول الوزن النوعي للمية بيساوي الرو كسافة المية في عجلة الجاذبية الارضية يعني بيساوي اللي هو الالف او الوزن النوعي بتاعي في تسعة وتمانية من عشر يديني تسعة تلاف وتمنمية الاتش ام طبعا اللي هو الارتفاع بتاعي او الضغط بتاعي او الدافع الضغط بتاعي والايتا اللي هي الكفاءة بتاعتي طبعا رسم المنحنة ده جهب من القيم اللي عندي في المسألة وبدأنا نعوض لكيوب كام والاتش بكام زي ما احنا قلنا على الخط بتاعه بدأت ترسم المنحنيات التلاتة بتوع اللي هو بيمثل البي اس وبيمثل الاتش وبيمثل الاتش وبيمثل الاتا وجبت اعلى نقطة لالاتا اللي هي كانت عند الخمسة وسبعين في المية مديني قيمة هنا للي كان اللي ارتفاع بتسعة متر اتدافع الضغط بتاعي بتسعة متر وهنشوف المسألة بتاعتي تكمل ازاي المهم عندي اكون حافظ القانون بتاع البي اس بتاعي اللي هي قدرة العمود بساوي ايه بساوي الدابلو في الكيوب في الاتش ام على الايتا بتاعتي طبعا ما تهشي ولا تلخبط لان البي اس ده عبارة عن قدرة العمود وبحسبها من الدابلو زي ما قلت بتساوي الوزن النوعي للمية في عجلة الجاذبية الارضية يعني الالف في تسعة وتمانية من عشرة بتساوي تسعة تلف وتمنمية نيوتر كمية التصريف اللي هي الكيوب بتاعتي كانت بتساوي تلاتين لتر على السانية لو هضربها في عشرة وس تلاتة يعني بقسم على الف بمعنى اصح عشان احولها بالمتر المكعب لكل سانية يبقى مقسم الكلام ده على الف هيديني تلاتة من مية متر تكاييب على السانية اللي انا عملته ان انا حسبت الدابلو الوحدة وحسبت الكيوب الوحدة وعند الاتش ام هوم اديها لي بخمستاشر متر في المسألة انا مش ما استنتجهاش والايتا بخمسة وسبعين في المية يبقى انا كده اقدرت اعوض في القانون بتاعي واجيب البي اس يبقى البي اس اللي هي بتساوي الدابلو في الكيوب في الاتش ام على الايتا بتساوي اشيل الدابلو وحط ما كانها تسعة تلف وتمنمية في الكيوب اللي هي تلاتين من مية في الاتش ام اللي هي خمستاشر على الخمسة وسبعين من مية اللي هي الكفاءة هتطلع بتساوي خمستالاف تمنمية وتمانين نيوتن في المتر على السانية ودي وحدة القدرة بتاعت العمود بتاعي يا اما اشيل نيوتن في المتر على السانية وقت مكانها ايه يبقى الوط بتاعي او القدرة بتاعتي بتتقاس بالوط اللي هو بيسوي نيوتن في المتر على الثانية يا اما عايزة اسهب الكيلو وط يبقى بقسم الكلام ده على 1000 يبقى يطلق 880 او 588 من 100 كيلو وط يبقى انا قدرت احسب الدابليو عن طريق معلومية ان الدابليو بتساوي الكسافة في عجلة الجاذبية الارضية وده بقول عليه الوزن النوعي او الجاذبية النوعية للمية بتاعتي والكيو اللي هو كمية التصرف بتاع المية بتاعتي 30 لتر لكل ثانية اسمتها على 1000 عشان احولها للمتر المكعب لكل ثانية وعوضت في القانون اللي هو البي اس او قدرة العمود بتساوي الوزن النوع او الجاذبية النوعية للمية في كمية التصرف في ال HM او الدافع الاستاتيج بتاعي اللي موجود بتاع المية بتاعتي على الكفاءة بتاعتي اطلاع لبي اس بتاعي طيب هنا أنا جبت البي اس مديني قوانين تانية او مديني معطيات تانية بقول لي والله ان الاتش ام بتساوي الاتش اس تي زائد الكيو في الكيو تربية ده قانون تاني بقول لي ان الدافع بساوي الاتش اس الدافع اللي هو مدهولي الارتفاع اللي هم دهولي او المسافة اللي هم الدهالي زائد الكيو مقدار ثابت في الكيو تربية كمية صرف تربيع ده القانون بتاع اللي أنا بعوض به فين الاتش ام بكام بخمساشر متر الاتش اس اللي هم الدهالي بخمسة متر في اخر المسألة والكيو بتساوي تلاتين لتر لكل سنة لما عوض بالبيانات دي في القانون بتاعي هيديني ان ال HM هشيله وحط مكانها 15 ال HST هشيله وحط مكانها 5 زائد الكي في 30 تربيع اللي هي كمية التصرف تربيع هيديني من هنا ان الكي بساوي 10 على 900 يعني بساوي 1 على 90 يبقى السابت بتاع التصريف بتاعي او سابت المضخة بتاعتي بساوي 1 على 90 او 100 او 10 على 900 يبقى هنا الكي طلع بواحد على 90 عشان اعوض به في الميانات اللي هم الدهالي واشوف كل كمية التصريف كان ال HM بكام يبقى هطلع ال HM بتاعي عن طريق كمية التصريف بتاعتي اه ارتفع منسوب الطرد ليصبح كام 9 متر لما قالك وزاد المنسوب 4 متر او زاد الدافع بتاعي 4 متر يبقى كمية المنسوب بتاعتي او الدافع بتاعي اصبح 9 متر اللي هو ادافع الضغط بتاع المضخة بتاعتي ال HM بتساوي ال HST زائد ال K ال Q تربيع طبعا ال HM دي انا عارف انها بتساوي كام 15 ال HST اصبح 9 ال Q اصبحت معروفة اللي هي 1 على 90 وال Q تربيع اللي انا عارفها اللي هي بتلاتين هعوض مكانها بال QA تربيع تلاتين طب انا عايز اعتبر ان ال HM دي مجهولة انا مش هعوض بيها بقى في المطلوب التاني ده المطلوب التاني هو عايز ال HM بتاعتي عنده كل كمية تصرف كام يبقى الدافع بتاع المضخة كان كام طيب يبقى هنا لقات Q بتساوي 0 زي ما هم الدين في بيانات المسألة هزيرو لتر على الثانية هعوض هنا ب 0 يبقى الكلام ده هيتعدم يبقى ال HM هتطلع بتساوي كام 9 يبقى بعوض بالزيرو هنا يبقى زيرو في اي قيمة بيطلع بزيرو زائد ال HST اللي هو 900 يبقى ال HM طلع بتسعة متر طب لما ال Q تبقى بعشرة يبقى 100 ال Q هتبقى بعشرة يبقى ال HM بتساوي 9 اللي هو ال HST زائد 1 على 90 في 100 اللي هي 10 تربيع يعني 10 في 10 طلع ب100 اختصر هيتطلع لي ال Q او ال HM بتاعتي طلعه بعشرة واحد من عشرة متر طيب لما ال Q بتبقى بعشرين هشيل ال Q هنا وحط مكانها 20 في 20 عشان ال Q تربيع واختصر الكلام ده هيتطلع لي ال HM بتساوي 13 و 44 من 100 من المتر ال Q 30 هحط هنا مكان ال Q تربيع 30 في 30 يبقى 9 زائد 1 على 90 في 900 واختصر هيتطلع لي ال HM بتساوي 19 متر انا قدرت اعمل او احسب المنسوب بتاع الطرد بتاعي او الدافع بتاعي اثناء الطرد بتاعي لما كان المنسوب بتاعي كان 9 متر عشان ارسم ارسم المنحنة بعوض زي ما قلت ال Q في الافقي وال H بتاعتي في الرأسي وعنده التصرف 26 لتر على الثانية كان الارتفاع بتاعي كان 900 زي ما انت شايف كده او الدافع بتاعي كان 900 كان ال H ما يجي هنا احسبه بكام والإيتا عند 30 اعلى قيمة لكمية التصرف كانت الإيتا ب75 من مية ده شكل المنحنة او المنحنات بتاعتي اللي بتمثلي البصمة بتاعة المضاخ يعني بالضبط كده لو انا بصيت على المطور بتاع المية اللي موجود عندي في البيت هلاقي فيه بيانات مكتوبة عليه من فوق كارتة كده صغيرة مكتوب فيه ال Q كام الحصان بتاعه كام عدد اللفات كام الارتفاع بتاع الضغط كام او قوة السحب بتاعته كام مت هيرفع لكم مت دي اللي هي البيانات الخاصة اللي انا بقول عليه او بطاقة تحقيق الشخصية للمضاخة بتاعتي نيجي نشوف بعد كده المضاخة الدورة او المضاخة الترسية زي ما شفنا مضاخة ترسية ده عبارة عن ترسين ترس متوصل ب المحرك بتاعي وبيدور او يبدأ ياخد حركته اسناء دوران المحرك وبسميه الترس القائد والترس التاني بيبدأ ينقاد مع الترس القائد فبسميه الترس المنقاد وهنا المضاخة الترسية بتعمل ايه بتضغط كمية المائع بتاعه بين الاسنان وبعضيها وتبدأ تعمل لها دفع للاخر او تطردها من الخارج يبقى بتيجي من هنا بتسحب وتضغط الكمية بين الاسنان وبعضيها وتبدأ تديها قوة الطرد او الدافع بتاع الخير يبقى هنا ضغط السحب بسميه البي اس وضغط الطرد بسميه البي دي يبقى الضغط اللي انا بسحب به المضخة اسمه بي اس او السحب وضغط الطرد اسمه البي دي طبعا المضخة ابسط تركيب ليها كده عبارة عن ترسين داخل غلاف زي ما انت شايف كده الغلاف ده له فتحتين فتحت سحب وفتحت طرد ترس منهم قائد والترس التاني من قائد يدور عند دوران الترس القائد عن طريقة عشيق اسنان التروس وبعضيه طيب نيجي نشوف ازاي بحسب كمية التصرف للمضخة الترسية فبقول والله ان كمية التصرف بتسوي اليتا طبعا فيه اتنين في فيه الان على ستين طيب هنا لكيو عبارة عن ايه عبارة عن كمية التصرف بتاعة المضخة يعني كمية المائع اللي هتضغطها للمضخة او هتطلعها للمضخة طيب الان دي عبارة عن الكفاءة الحجمية للمضخة يعني المضخة هتديني قوة دفع اللي قد ايه من المائع بالنسبة للحجم بتاعها طيب ال котор께و عبارة عن حجم السائل المحصور بين اسنان التروس او بين التروس وبعضيها او بين التروس والغلاف اللي مغلف التروس وبعضيها يبقى هنا ال backlog الopol و بين التروس والغلاف المحيط به ال an اللي هي سرعة دوران المضخة وبتتقاس بكم دورة في الديقة يعني reflection per minute طيب نيجي نشوف مثال وازاي بحسب الكلام ده بمسألة مثال بتاعي بقول لي مضخ التروس تضخ زيتا جازبياته النوائية 95 من 100 جازبية النوائية بتاعت الزيت 95 من 100 وتدور بسرعة 1500 رفليوشن بير مينت سرعة الدوران بتاعتها 1500 لفة لكل ديئة طيب قطر الترس خمسة سنتيمتر وسمكه تلاتة سنتيمتر هو مديني قطر الترس ليه ومديني السمك ليه مش القانون فيه الحج يبقى الحجم ده انا هحسبه ازاي ان انا بحسب مساحة في ارتفاع يديني ايه يديني الحج يبقى هنا القطر ده هحسب منه المساحة واضربه في ارتفاع او سمك السنة يديني حج السنة بتاعته وضغط الطرد بساوي تلاتين واربعة من عشرة بار ضغط الطرد بساوي كام تلاتين واربعة من عشرة بار خلي بالك كده وضغط السحب اتنين من عشرة بار يعني ضغط السحب دايما بكون اقل من ضغط الايه الطرد الكفاءة سبعين في المية ونسبة الهروب خمسة في المية احسب القدرة اللازمة لتشغيل المضخة في الحالات الاتية باحسب القدرة اللازمة لتشغيل المضخة في الحالات الاتية تلات حالات عندي اول حالة مساحة مقطع الترس بتساوي خمسة وسبعين في المية من مساحة الدايرة مساحة مقطع الترس تساوي خمسة وسبعين في المية من مساحة مقطع الدايرة اتنين عدد الأسنان عشرة طبعا عدد أسنان الترس والمساحة بين كل سنتين خمسة من عشرة سنتيمتر مربع تلاتة عند وضع أحد التروس في وعاء به ماء انسكب منه أربعين سنتيمتر مكعب يعني ما حطيت ترسم الترسين دول في وعاء في مية المية اللي في الوعاء دي انسكب منها أربعين سنتيمتر مكعب بالنسبة لما تحط فيها لإيه الترس بتاعي هنا في نسبة هالك من الماء بتاعي أو الماء بتاعتي قلت نيجي نشوف الحل بتاعي أنا بقولي إن الإن اللي هي عدد لفات الترس بسوى ألف وخمسة متر في الوشان برمينت طيب قطر الترس زي ما هم الدهولي خمسة سنتيمتر الإل أو البي اللي هي سمك السنة بتاعتي تلاتة سنتيمتر البي واحد اللي هو ضغط السحب كان اثنين من عشرة بار البي اثنين اللي هو ضغط الطرد بتاعي بتاع الماء كان تلاتين واربعة من عشرة بار الإيتا اللي هي كانت سبعين من مية يعني سبعين في المية يعني سبعين من مية أو سبعة من عشرة هنا الكفاءة الحجمية بتاعتي كانت واحد لو انت فاكر كده بقولك الحجم يقل بمقدار خمسة من مية نسبة الهروب خمسة في المية بتاعتي يبقى هنا الكفاءة الحجمية بتاعتي قلت بمقدار خمسة من مية يبقى الكفاءة الحجمية بتاعتي خمسة وتسعين من ايه من مية انا بافترض ان الكفاءة الحجمية بتاعتي مية في المية يعني واحد صحيح فيه هروب خمسة من مية او خمسة في المية خمسة في المية يعني خمسة على مية نسبة الهروب من الكفاءة الحجمية بتاعتي والكفاءة الحجمية بتاعتي عند كام الواحد الصحيح او المية في المية ناقص الخمسة في المية يديني خمسة وتسعين من مية انا البي ام او الضغط المتوسط عبارة عن ضغط الطرد ناقص ضغط السحب يبقى الضغط الطرد اللي هو 30 و 4 من 10 نقص ضغط السحب 2 من 10 يديني 30 و 2 من 10 بار عايز البي اس اللي هو الضغط بتاع الكفاءة أو كفاءة العمود بتاعة المضخة أو قدرة العمود بتاعة المضخة هنا في أول حاجة رقم واحد إذا كانت مساحة مقطع الترس بتساوي 75% من مساحة الدايرة مساحة مقطع الترس بتساوي 75% من مساحة الدايرة طبعا كل اللي أنا هعمله إن أنا هحسب هاعتبر إن مساحة الدايرة واحد صحيح عندي واطرح منها 75% عشان يديني مساحة الجزء المستغل اللي عندي بالزبط في المساحة اللي عندي طيب نشوف كده القانون بتاعي بقول إن البي اس للمضخة الترسية بساوي إيه الضغط المتوسط في كمية التصرف على الكفاءة المضخة بتاعتي يبقى الضغط البي اس أو قدرة العمود بتاعة المضخة الترسية بساوي البي ام في الكيو على الان ام في المضخة الطاردة المركزية خلي بالك البي اس كانت بتساوي ايه كانت بتساوي الدي بليو في الكيو في الاتش ام على الكفاءة لكن هنا في المضخة الترسية البي ام اللي هو الضغط المتوسط في كمية التصرف على الكفاءة الكيو عبارة عن ايه؟ الكيو عبارة عن ايه؟ الكيو عبارة عن ايه؟ الكفاءة الحجمية بتاعتي في اتنين في الحجم بتاعي في الان على ستين طيب واحد يقول لي هو أنا بحسب اتنين ليه مستر بضرب اتنين في الحجم ليه؟ اقول لك مش انت عندك ترسين يبقى انا بحسب الحجم واضربه في اتنين لان انا بحسب حجم الايه؟ الترسين اللي موجودين عندي خلي بالك من حتة دي طيب يبقى يقول ان هنا على ستين ليه؟ عشان بحولها للثانية من من ريفليوشان بير منت للرفريوشان بير سكن بحولها لعدد اللفات لكل ثانية هتساوي كام؟ طيب هنا الفي عبارة عن ايه الحجم بتاعي؟ عبارة عن مساحة في السمك بتاعي او في الطول بتاعي يعني الارتفاع او السمك حسب ما يقولك في المسألة طيب الايه بتسوي ايه؟ الواحد نقص 75% خلي بالك ما هي مساحة مقطع الترس بسوي ايه؟ 75% من مساحة الدايرة مساحة الدايرة باعتبارها الواحد الصحيح نقص 75% مضروبة في مساحة الترس اللي عندي يديني مساحة الترس كام بالنسبة لمساحة الدايرة يبقى واحد نقص 95% في الباي دي تربيع على اربعة في الال ده كله يديني لايه؟ الحجم انا خلاص انا جبت المساحة او لما اضرب في الال يبقى انا بحسب الايه؟ الحجم بتاع الترس او التروس بتاعت يبقى واحد نقص 75% في الباي دي تربيع على اربعة فيه تلاتة اللي هو اللي هو سمك السنة وهيطلع لي من هنا الحجم بساوي 14.7 من 10 سنتيمتر مكعب طب الكيوب بقى بتساوي الان الكفاءة الحجمية في الاتنين فيه في الان على الستين يبقى الكيوب بتساوي الكفاءة الحجمية احنا اتفقنا انها 95% ليه؟ لان فيه نسبة هروب عندي مقدارها 5 من 100 فاما احطاها من الواحدة الصحيح اداني 95 من 100 فيه الاتنين فيه الحجم بتاع 14.7 من 10 فيه 1500 على الستين يطلع للكلام ده بستمية تسعة وتسعين ونص سنتيمتر مكعب على الثانية يبقى كمية التصريف طلقت بكام بستمية تسعة وتسعين ونص سنتيمتر مكعب على الثانية طب لما اعوز احولها بالمتر على الثانية عشان احول من سنتيمتر بقسم على 100 يبقى دي تكعيب يبقى بقسم على 100 قس 3 يعني في 10 قس سالب 6 لو انا هضرب بدل ما اقسم يبقى في 10 قس سالب 6 يبقى 699 فيه 5 او 5 من 10 فيه 10 قس سالب 6 بالمتر المكعب لكل سانية دي كده انا جبت لكيو وجبت الضغط المتوسط من الاول اللي هو 32 من 10 اضربها في لكيو واقسمهم على الكفاءة يديني البي اس بتاعت المضخة بتاعتي او العمود بتاع المضخة بتاعتي يبقى البي اس بتساوي 32 من 10 فيه 10 قس 5 عشان احول من البار لنيوتن فيه 699 وخمسة من 10 فيه 10 قس سالب 6 على 7 من 10 لكفاءة المضخة يطلع للبي اس بساوي 3017 و 8 من 10 وط زي ما قلنا مش عايز اكتب الوط يبقى هكتب نيوتن في المتر على السانية عشان يديني تمييز الوط دي الحالة الاولى اللي احنا حلناها هنشوف الحالة التانية بقولي الحالة التانية ايه عدد الاسنان 10 والمساحة بين كل سنتين 5 من 10 سنتمتر مكعب طيب قانون الحجم لما يكون مديني عدد الاسنان ومديني المساحة بين كل سنتين كام ومديني سمك السنة استخدمه ازاي يبقى الحجم بساوي الا في البي في الان الا اللي هي المساحة بين كل سنتين البي اللي هو سمك السنة الوحدة الان اللي هو عدد الاسنان اللي عندي لما اضرب التلاتة في بعض خمسة الا في البي في الان يعني خمسة من عشرة في تلاتة في عشرة يديني مساحة حجم الاسنان الكلية او حجم الترس الكل اللي اللي انا بشتغل عليه بقى 15 سنتمتر مكعب عشان احولها من سنتمتر مكعب للمتر بقسم على 10 قس سالب 6 بقى 15 في عشرة قس سالب 6 ااسف يبقى 15 في عشرة قس سالب 6 بتساوي الحجم بتاعي اللي انا عايزه اعوض في الكيو الكيو بتساوي الان الحجمية يعني الان في اتنين في في الان على ستين يبقى الكيو بتساوي خمسة وتسعين من مية في اتنين في خمستاش اللي انا حسبتها من هنا هي في عشرة قس سالب 6 في 1500 على ستين تطلع للكيو بالرقم اللي انت شايفه ده سبعة تلاف مية خمسة وعشرين مليون متر مكعب على السانية من مليون من متر المكعب على السانية هعوض في البي اس بتاعت اللي هي بتساوي البي ام في الكيو على الايتا يبقى البي اس بتساوي تلاتين واثنين من عشرة اللي هي البي ام في عشرة قس خمسة قلنا عشان تتحول بالنيوتن بدل البار في الكيو اللي انا حسبتها على سبعة من عشرة اللي هي الكفاءة هتطلع للبي اس بتساوي 3077 وتسعة من عشرة واثنين طبعا زي ما انت شايف المسألة ماشية بقانونين بس ازاي احسب الحج ازاي احسب البي المتوسطة بتاعتي عشان اقدر اطبق في القانون اللي هو البي اس بساوي البي ام في الكيو في الايتا وده كان الجزء رقم اتنين طبعا عند وضع خلي بالك كده احد التروس في وعاء به ما انسكب منه 40 سنتيمتر مكعب زي ما قلت لك انسكب يعني حجم المي او حجم السائل اللي عندي قلب مقدار 40 سنتيمتر مكعب وهترحم الحجم اللي عندي هحسب الحجم عبارة عن ايه البي دي تربيع على اربعة اللي هي المساحة زي ما قلت لك في السمك بتاع السنة يديني الحجم ناقص الاربعين اللي تسكبوا من عندي يديني الحجم مما يطلع يطلع بي 18.9 سنتيمتر مكعب طبعا عشان احوله بالمتر المكعب بضرب في 10 قص سالب 6 او اقسم على 10 قص ستة بالموجب عشان يديني الحجم بتاعي 18.9 من 10 في 10 قص سالب 600 مكعب انا جبت الحجم هبدأ عوض في القانون بتاع الكيو عشان جيب كمية التصرف بتاعتي بتساوي الان الكفاءة الحجمية في الاتنين في البي اللي انا جبته في الان على الستين يديني 95 من 100 في اتنين فيه 18.9 من 10 فيه 10 قص سالب 6 الان 1500 اللي هي عدد اللفات على ستين عشان تتحول بالسانية يبقى الكيو بتطلع بتمنمية 98.975 من 100 فيه 10 قص سالب 6 متر مكعب على السنة البي اس يامستر اللي بتساوي البي ام في الكيو على الاتنين يبقى البي ام اللي هي 30.2 من 10 فيه الكيو اللي انا لسه حسبها بي 8.975 من 100 فيه 10 قص سالب 6 على 7 من 10 هتطلع البي اس ب3873 و15 من 100 وط يبقى انا قدرت هنا اوظف البيانات بتاعة المسألة اللي هو مدهالي واستغلها عشان اطلع الحجم زي ما انت شفت هو بلعب في الحجم بتاعك مرة يقول لك ان الحجم قل بمقدار 5 من 100 ومرة تانية ده المساحة الحجمية قلت بمقدار 75 من 100 والمرة التالتة قال لك لما حطيت ترس في وعاء به مية انسكب منه 40 سنتيمتر مكعب يبقى هنا الحجم قل بمقدار 40 سنتيمتر المكعب ومبدأت اشتغل عشان احسب الحجم لما بحسب الحجم بحسب كمية التصرف اللي هو من القانون بيسوي اني في الاتنين في في الان على 60 عشان اقدر اجيب كمية التصرف اللي بتطلع عندي في الثانية قد ايه لما حسبت الكمية التصرف اللي في الثانية ضربتها في الضغط المتوسط اللي هو عبارة عن حاصل طرح ضغط الطرد بتاعي ناقص ضغط السحب بتاع المضخة يديني الضغط المتوسط بضربه في كمية التصرف واقسمه على كفاءة المضخة يديني كفاءة او قدرة العمود بتاعي او قدرة المضخة قد ايه طبعا زي ما انت شفت المسألة كلها فكرتها بسيطة جدا بس محتاجة تركيز وما تتلخبطش من البيانات الكتير اللي هو بديها لك نشوف مدخل تاني او جزء تاني من هيدروليكا من علوم الهندسية بتاعتنا بيقول لي مدخل لعلم النيوماتيك ويعني ايه نيوماتيك وايه هو علم النيوماتيك اللي احنا هندرسه النيوماتيك هو عبارة عن الاستخدام التقني للهواء المضغوط ازاي انا بستخدم هوا مضغوط من خلال اليات ادارة الهواء لتحويل طاقة الهواء دي الى طاقة ميكانيكية يمكن الاستفادة منها طب انا هستفيد منها في ايه في تشغيل الاجزاء ذات الحركات الترددية المستقيمة او المحركات الدورانية وتستخدم عناصر التشغيل والتحكم يبقى تاني ايه هو علم النيوماتيك هو العلم الذي يميل الى الاستخدام التقني للهواء المضغوط من خلال اليات الادارة الهوائية لتحويل طاقة الهواء المضغوط الى طاقة ميكانيكية للاستفادة منها في تشغيل الاجزاء ذات الحركات الترددية زي ايه زي المكابس اللي عندي انا مكبس زي مكبس بيرفعها لسيارة عشان اعمل فيها صيانة من اسفل السيارة او اصلح فيها اجزاء موجودة في داخل السيارة يبقى بشيل العربية على مكبس بارفعها عن مستوى سطح الارض وابدأ اشتغل زي ما انا عايز فيها المكبس زي بيتحكم في ايه شوية هوا انا بضغطهم عن طريق مضخة داخل المكبس ويبدأ المكبس يضغط للهواء يطلع لي ضغط الهواء متحكم لي في الفتحة التانية للمكبس او المكبس اللي بيشل الحمل بتاع السيارة ويبدأ يرفع لي السيارة للارتفاع اللي انا عايزه دي ابسط طريقة ليها طيب انا ممكن ارجع السيارة تاني المكانها ان انا بعمل تصريف للهواء اللي في المكبس وابدأ افتح الهواء يتسرب يوم المكبس يبدأ ينزل لنقطة الصفر تاني او يرجع الوضع الطبيعي تاني يبقى هنا اقدرت ان استغل ان طاقة الهواء ازاي استخدمها في تشغيل عناصر ميكانيكية او تديني حركة ميكانيكية عن طريق ضغط الهواء المضغوط داخل حيز محكم عشان يمنع تسريب الهواء اثناء عملية التشغيل لما اجا اشوف ازاي انا بشتغل في مكونات اجهزة الهواء او مكونات اجهزة الهواء المضغوط دي عبارة عن ايه لازم يكون عندي مصدر للطاقة مصدر الطاقة بتاعي دوت ممكن يكون محرك كهرابي ممكن يكون محرك ميكانيكي ممكن يكون قلة احتراق داخلي يبقى هنا لازم مصدر للطاقة اتشغل لي الدايرة بتاعتي او مكونات اجهزة الهواء المضغوط بتاعي تاني حاجة فيه وحدة للادارة ايه اللي هتحكمني في ادارة المنظومة بتاعتي فيه صمامات اللي بتحكم في اتجاه الهواء بتاعي فيه خطوط توصيل ونقل القدرة الخطوط اللي بين الاجزاء وبعضيها اللي بتنقل لقدرة الهواء المضغوط عشان يتحكم فيه الاجزاء اللي عايز يتحكم فيها او في اتجاه الادارة يمين او شمال او اعلى او اسفل او يديني ضغط او يديني حركة ميكانيكية يبقى لازم فيه خطوط توصيل وتنقل لنقل الحركة اللي موجودة عندي فيه وحدة صيانة عندي وحدة صيانة هنا زي مقصود بيها فلاتر تنقية الهواء موجودة عندي كاتمات الصوت وده كله هنشوفه في الدايرة اللي موجودة قدامي. طيب نيجي نشوف الدايرة لو انا بصيت كده للدايرة بتاعتي عبارة عن محرك. المحرك دوت بيضغط لي او بيقوم بحركة رددية عشان يضغط لي هوا مضغوط داخل خزان الهوا هو. طيب المحرك ده بيجي الهوا منين? من الخارج. يبقى لازم الهوا يمر على مرشح. ينقيل الهوا من الشوائب والغبار والعفار اللي موجود عليه من الجو. لان انا طبعا واخده من الجو بتاعي يبقى بنقيه من الشوائب اللي موجودة فيه عشان يبدأ يدخل على خزان الهوا المضغوط بتاعي. خزان الهوا بيمرر الهوا تاني قبل ما بعديه على الدايرة بتاعتي عن طريق الخطوط اهي او نقل الخطوط اهي نقل القدرة اللي انت شايفها دي ده خطوط نقل القدرة بتاعت اهي. طيب بيخش على مرشح تاني. المرشح دوت بيديني بعد كده منظم للضغط اشوف الضغط بتاعي وبعد كده بيخش على صمام اتجاهي الصمامات الاتجاهية دي بيتمرر للهوا في اتجاه معين حسب ما انا عايز مش هيرجع منه يبقى الصمام ده هيسمح بمرور الهوا في اتجاه للمطلوب بتاعي لكن مش هيرجع في الاتجاه العكسي يبقى هنا بيخش على الصمامات اللي بتبدأ تتحرك معايا يمين او شمال عشان تبدأ تديني حركة للمحرك بتاعي او الشغلة بتاعت اللي انا عايزها او الاستوانة بتاعت اللي انا عايزها وتبدأ تشغل الجزء اللي انا عايز اعمله يبقى دي عبارة عن تركيب مبسط للدائرة بتاعتي عبارة عن محرك اللي هو اداة الادارة او بيحكملي في ادارة الدائرة او تشغيل الدائرة يبقى هنا المحرك بيمتصل للهوا من الخارج بيمررهولي قبل ما يمتصوا على مرشح للهوا وبعد كده بياخدوا يحطوا في خزان الخزان يبدأ يضغطهولي على مرشح تاني لتنقية الهوا واعادة التأكيد عليه تاني عشان قبل ما يخشلي على منظمات الضغط والتحكم في المنسوب بتاعه بالضغط المطلوب ويمشي عبر خطوط الانبيب او عبر خطوط نقل القدرة بتاعتي للصمامات التوجهية اللي بتتوجهه على الاستوانات اللي انا عايزها او الصمامات اللي انا عايزها عشان تبدأ تديني الحركة للمكبس او الاستوانة الرئيسية تشغل المنظومة اللي انت شايفها يبقى هنا دي وحدة او اجهزة الهواء المضغوط ودي ابسط تركيب لوحدة او مكونات اجهزة الهواء المضغوط عندي ونبدأ نشوف مصادر الطاقة ايه هي مصادر الطاقة دي هي عبارة عن القوة المحركة اللي بتتوصل بخطوط امتداد الهواء المضغوط عبارة عن محرك كهربي او محرك احتراك داخلي زي ما قلنا يبقى هنا الطاقة بتاعتي مستمدة من ايه يا اما محرك كهربي يا اما قالت احتراك داخلي المحرك الكهربي وقالت احتراك الداخلي بتعمل ايه بتديني تزودني او بتمديني بالهواء المضغوط من خلال انابيب متوصلة او خطوط نقل القدرة المتوصلة عندي تديني القوة الطردة او القوة المحركة لمنظومة الدايرة بتاعتي او الصماوات اللي موجودة في الدايرة بتاعتي عشان تبدأ الدايرة بتاعتي بتاخد حركة التشغيل بتاعتي وحدات الاضارة عبارة عن ايه وحدات الاضارة عبارة عن الضواغة زي الكباسات او الضواغة الضوارة اللي بتقوم بانتاج الهواء المضغوط اللازم لتشغيل مكونات الانتاج او قليتها المختلفة وهنا الدواغة دي لازم فيه حاجة تشغلها يبقى بتشتغل بواصلة محركات كهربائية او بموسطة محركات احتراق داخلي زي ما خدنا في محركات الادارة او القوى المحركة اللي موجودة عندي طبعا هنا اشكال الضواغت دي بتختلف على حسب كمية الهوى المضغوطة او كمية الهوى المنتجة وفي اكتر من نوع ضاغط موجودة عندي نبدأ نشوف انواع الضواغت دي ابسط مثال لضاغط عندي او انواع الكباسات اللي موجودة عندي ابسط مثال عندي اللي هو البستم الصغير بتاعي زي ما موجود في مكنة الموتسكل بتاعتي او في العربية بتاعتي جزء بسيط كده من المحرك عبارة عن استوانة الاستوانة دي فيها صمامين صمام عبارة عن صمام صحب بيسحب للهوى والصمام التاني صمام ضغط عشان يقفل اثناء حركة المكبس اللي اعلى ويبدأ اضغط لي الهوى اللي تسحب ويبدأ يخشولي على المرشح تاني وهنا المكبس بتاعي متوصل بزراع توصيل وهنا المرفق بتاعي المرفق بتاعي اللي بتحكم لي في حركة المكبس يبقى هنا بدوران عمود المرفق اللي متسبت عليه الرقم اربعة ده اللي متسبت عليه اللي هو المرفق ده يبدأ لي عمود التوصيل ده يطلع لفوق يضغط لي الهوى او ينزل لتحت يسحب لي هوى من فتحة صمام السحب لو انا جيت تشوف كده الضغط بتاعي الحركة الترددية بتاعتي طبعا لانه بيتحرك لاعلى والاسفل عبرة عن استوانة مكبس او كباس زراع توصيل مرفق اللي هو بيبدأ ياخد حركة دورانية عشان ياخد المكبس زراع التوصيل ده يبدأ يتحرك حركة ترددية الاعلى والاسفل عليه وهنا مرشح للهوى الهوى قبل ما بيخش الاستوانة لازم يمر على مرشح ينقيم الغبار والعفار والاتربة اللي فيه او اي شوايب موجودة فيه يبقى الهوى اللي دخل لي هنا هواى نضيف بدون شوايب عشان ما يعمليش مشكلة داخل الاستوانة وهنا صمام الضغط اللي بيقفل اسناء ارتفاع المكبس لاعلى طبعا صمام السحب كمان بيقفل معايا عشان يبدأ يضغط لي الهوى اللي موجود او السحب عندي يودييني الضغط اللي انا عايزه يبقى هنا الضغط الترددية هزاك كباسات تتكون الضغط الروزية من الموضح بالايه بالشكل زي ما قلنا كده استوانة كباس زراع توصيل مرفق مرشح صمام سحب صمام ضغط ممكن الضغط الترددية دي كباس واحد ممكن تبقى مزدوجة او زاد كباسين او تبقى زاد اربع كباسات او تمن كباسات حسب حجم المحرك اللي موجود عندي زي ما هنشوف هنا كده ادي عندي اتنين مكبس هم بيمريلي الهوى زي ما انت شايف كده من وحدة الهوى المضغوطة او وعاء الهوى المضغوط هنا لو انا بصيت كده للمكبس بتاعة قد المرفق بتاعة تحته مرفق عمود المرفق بتاعي بيلف يبقى مرة مكبس هيكبس المكبس التاني هيسحب والعكس ده هيبدأ يليف ده هيضغط ودوت هيبدأ يسحب الهوى يبقى ماشيين مع بعض حركة مستمرة دائرة واحدة واحد بيسحب والتاني بيضغط العكس يبقى واحد بيضغط والتاني بيسحب ماشيين عكس بعض بيسحبوا للهوى طبعا من مرشح الهوى اللي موجود عنده في الأول ويمر هنا تاني ويبدأ اضغط ويمشي عن طريق هنا الخطوط بتاعتي أو الفاصل بتاعتي وينزل للكباس التاني اللي بيبدأ اضغطه للخزان مع وجود منظمات الضغط اللي موجودة عندي هنا الضواغة ذات الكباسات إما ضواغة ترددية ذات كباس واحد إما ذات كباسات أو كباسين أو ثلاثة أو أربعة أو تمانية على حسب حجم المحرك اللي موجود عندي أو على حسب كمية الهوى المطلوبة إنها تضغط عندي هنا الضواغة الدوارة لو أنا جيت كده محرك كهرباء عبارة عن مطور كهرباء فيه جزء في المنتصف كده اسمه الأدوى الدوار بتاعي اللي هو عبارة عن عمود الحديد أو القلب الحديدي اللي متشكل عليه الفتحات بتاعتي أو الأجزاء بتاعتي اللي هتبدأ تدور أو تقطع خطوط الفضل المغناطس المتولدة في الملفات الكهربية اللي موجودة عندي هنا أو الأقطاب المغناطسية اللي موجودة عندي مواصل كهرباء يبدأ العضو الدوار ده يلف معايا ويدور ويدغط لي الهوى بتاعي أو الغاز بتاعي أو المية بتاعتي أو المائع بتاعي أي أن كان هو نوعه إيه ويبدأ يضغطولي في خط الضغط اللي موجود عندي طبعا فيه ضغط حلزوني زي ما انت شايف كده عبارة عن تروس حلزونية أو سكينة حلزونية وهنا اسمه ضغط لوشولم وهو يجمع بين مميزات الضغط زور رياش المنزلقة بساطة النفق أو الضغط الدوار بتاعي أو الأعضاء الدوارة بتاعتي وهنا بتكون من عضوين دوارين عبارة عن جزئين بيدوروا مع بعض متعشقين مع بعض بس طبعا هنا الرسم يبين واحدة بس لكن فيه واحدة تانية في الخلف معها يبقوا لازم بالرمتين هنا بيدوروا مع بعض هنا نتوآت مستديرة ملتوية على هيئة حلزون عشان تسيل عملية ضغط المائع بتاعي أو الهواء بتاعي أو الغاز بتاعي اللي أنا هستخدمه في عملية الضغط الحلزوني بيضغط لي الهواء بيسحبل الهواء من فتحة السحب اللي هي بيه واحد ويبدأ يلف الحلزون مع بعضيه يبدأ يضغط لي السائل أو المائع أو الغاز اللي عندي بين الأسنان وبعضيها ويديها قوة دفع ويطلعها لي من الفتحة بيه اتنين هنا عندي كم ضغط يبقى عندي تلات ضغط الضغط الأول ذو الكباس ذو القوة الترددية أو الترددي وهو كباس واحد ممكن يبقى مزدوج الضغط التاني اللي هو الضغط الكهربي ذو القوة الكهربية أو زول عدو الدوار الضغط التالت اللي هو الضغط الحلزوني والضغط الحلزوني بيقوله هو بجمع بين مميزات الضغط الدوار والضغط أو الضغط الكهربي والضغط الضغط الكباس الترددي لو جيت اشوف منحنايات الأداء للضواغ زي ما شفنا كده منحنايات الأداء للمضخات وقلنا دي عبارة عن بطاقة تحقيق شخصية المضخة أو بيانات المضخة اللي بتقوللي المضخة دي قوتها كام قوة التصريف بتاعها كام الكفاءة الحجمية بتاعتها كام ال HM بتاعتها كام ال HS بتاعتها كام يبقى كل بيانات المضخة بتبقى موجودة عليها في الكرتة بتاعتها طب لما نيجي نشوف الإجراءات أو المنحنايات بتاعت الضغط برضو اللي بتديني قدرة كل ضغط عن التاني وازاي بيز كل ضغط عن التاني بالحسابات بتاعتي هنا الإجراءات الحقيقية للضغط أو الحجم اللي هو بسميه V3 هو حجم الخلوس وهو يتمدد إلى V4 قبل أن يعاد فتح صمام الدخول أو السحب يبقى V3 دوت عبارة عن حجم الخلوس اللي موجود اللي هو بتخلي فيه الهواء والحجم ده بيتمدد أو بيزداد ساعة ما المكبس بيبدأ ينزل لأسفل لستوانة من تحت عشان يبدأ يفتح لصمام الطر أو صمام السحب آسف ويبدأ يصحب لي هوى تاني أو سحب كمية من الهواء مرة أخرى يبقى هنا الحجم ده بدرسه وقته ده تلاتة اللي هو حجم الضغط اللي موجود الفعلي وبعدين بيبدأ يزداد لحد ما يبدأ صمام السحب يبدأ يفتح يبقى ده اسمه V4 يبقى قبل ما يفتح صمام السحب بثواني يعني بلحظة يعني لحظة فتح الصمام كده يبقى حددت الحجم قدية أو امتد قدية الحجم يبقى هنا ده زيادة بتاعت بسميها V4 يبقى الحجم الأول كان V3 والحجم الثاني V4 ممكن الحجم الأول V1 والحجم الثاني V2 مش تشغل بالك بالأرقاب المهم من الحجم V3 اللي هو أثناء ضغط الهواء بتاعي داخل الكباس أو داخل الاصطوانة بتاعتي عن طريق المكبس اللي ارتفع لفوق وضغط لي الهواء داخل الاصطوانة في الاصطوانة الموجودة عني طب V4 بدأ الحجم يتمدد ويزداد طبعا هنا V3 وV1 هو حجم المشوار ويساوي البي دي تربيع على 4 في الال ده حجم المشوار اللي مشيه المكبس طبعا دي اللي هو قطر الاصطوانة والال اللي هو طور مشوار المكبس النسبة V3 على V1 نقص V3 تسمى نسبة الخلوص ويربز لها بالرمز C وعادة تكون نحو 5% نسبة الخلوص اللي بيبقى متساب بين سطح الاصطوانة من أعلى وسطح المكبس من أعلى عشان سطح المكبس اللي ما يطلع لفوق ما يخبطليش في سطح الاصطوانة يكسرها ودي كانت الاجراءات الحقيقية للضاغط أو منحنايات الأداء للضاغط وان شاء الله نكملها في حلقة قادمة واترككم في رعاية الله وأمنه متمنياً لكم النجاح والتوفيق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة